أهلا بكم في فيديو جديد من فيلم جديد فيلم Legends of the Nigga بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتش وتفعل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بنعمله في بداية فيلمنا بنعرف إن العالم كان فيه سلالتين البشر والمجنحين ودي كائنات كانت تشبه البشر ولهم أجنحة والكل كان عايش في سلام لغاية ما جي اليوم اللي المجنحين طموا في حكم العالم والسيطرة عليه لأنهم شافوا إنهم أحسن من البشر من وقتها والحروب بين الجنسين زادت ومالك المجنحين بعد ما هاجم البشر وعالمهم علشان يسيطر على العالم خسر الحرب وبدل ما المجنحين هما اللي سيطروا على عالم البشر إيه الأية بتتقلب والبشر هما اللي بيسيطروا على مدينة المجنحين وبيسموها مدينة السماء بنشوف بطل فيلمي نهني كونج مونج وهو صغير مستخبي لأن في شوية أطفال بيضيقوه وبيضربوه واحد منهم بيضحك عليه وبيقوله إنه هيدافع عنه ويحميه علشان يخرج وأول ما بيخرج بيعور له إيده وبدل ما ينزف دم إيده بتنور بعد 15 سنة بيجبر كونج مونج وبيبقى شاب زاكي وأشهر حرامي في المدينة ومعه حيوان المضرع بتاعه اللي في أي اخناقه بيتحول له كرة مضرعة وكونج مونج بيضرب بيه أعداءه وفي يوم في سوق المدينة كان ني كونج مونج قاعد ولا بي ولا عليه وبيجي واحد فجأة بيهجم عليه ويزعق له علشان بيسرق من الناس فلوسهم وحاوز يرجع الفلوس اللي سرقها وإلا هيقطع له إيده أول ما الحالس بيقوله كده بيفتكر اللي حصل له هو صغير والجرح اللي لسه معلم في إيده لغاية دلوقتي وبيبدأ يدافع عن نفسه ويضرب كل اللي قرب له بس في الآخر بيقدروا يرموا عليه شبكة ويكتفوه ويقبضوا عليه بتيجي أميرة من قبيلة المجنحين ساعتها وبتتفق معاه إنه يسرق لها الصوان السحري اللي بيقدر يدمر الأصر السماوي بتاع مملكة المجنحين زمان لأنه عارفا إنه الوحيد اللي يعرف يسرقه وفعلا نيكونجومونجو بيروح المكان اللي بيحتفظه بالأغراض السحرية فيه تحت حراسة مشددة ويومها كان واحد من الأمراء عامل احتفال علشان يفرج الأغراض دي لأسرياء القوم في الوقت اللي نيكونجومونجو دخل الخزنة واستخبى فيها عالم الحراس يخرجه فهنا بيوصل مجموعة من المجنحين ونائب الرئيس بتاعهم علشان يسرقوا اللقل السحري وبيتخانق مع الاتنين التانين لأنهم مش في صف واحد وفي بينهم مشاكل كتيرة كل ده ونيكونجومونجو مستخبى بيسمع ويرائب اللي بيحصل ومستنى الفرصة اللي يخرج فيها ساعتها بيوصل أمير المجنحين شيلين وبيهجم على الحفلة ويقتل كل الناس اللي كانوا موجودين وبياخد الصوان الملكي من الأمير البشري بعدها بيروح حارس يبلغ الملك بالمجزرة اللي حصلت والملك بيقمر بالتحقيق في الجريمة دي ولازم يقبضوا على العمل كده الشرطة بتروح تحقق وتعين مصرح الجريمة وبتروح هويوي أختناي بالمجنحين البشرية علشان تحقق معاهم بس رئيس الشرطة بيمنعها لأن أخوها متورط في الجريمة بعد كده بيروح ليني كونجومونجو باللي دخل مكان سر تحت الأرض في كنوز ولقالق سحرية كتيرة تشبه النار بس بيلفت نظره واحدة مختلفة لونها أزرق زي النور الأزرق اللي ظهر في إيده لما انجرح هو صغير لو تفتكره وبتكون دي اللي قلوها اللي عليها العين واللي الكل عاوز يساتر عليها فبيجر عليها ويشيلها من مكانها بصعوبة وبيفضل يحاول يفتحها بس مش بيعرف وبيقطع الأمير المجنح اللي في الآخر بيحاول يقتله بس هويوي أخته بتنقذ ني كونجومونجو وبتقوم معركة بينها وبين أخوها وهي بتحاول تدمر الصوان ده بس ني كونجومونجو بياخده منهم علشان يهرب بس بيلاقي الشرطة في سكته وبيقبضوا عليه هويوي بتاخد من ني كونجومونجو تصوان وتسلموا الرئيسها وتقولوا انه يقدر يدمر مدينة السماء بسهولة بس محدش بيصدقها وبيستعزوا بكلامها بعد شوية بياخدوا هويوي وني كونجومونجو على السجن وساعتها بيروح ابن الملك يدور عليها علشان تدله على مكان شيلين وبيتفق معهم هما الاثنين انهم يساعدوه وفي الآخر هيدفع لني كونجومونجو مكفأة في الوقت ده ني كونجومونجو بيعرف بصدفة انه هويوي من قابلة المجنحين وان الوحيد اللي هيعرف يفتح الصوان ده اسمه دي تشوي عم هويوي وبعد شوية الملك كوي اللي بيهربهم من السجن لانه عاوز يعمل حاجة تخلي أبوه الملك فخور بيه وينهي الحرب دي بس هما خارجيين ني كونجومونجو بياخد باله من المجنحين اللي داخلين السجن متنكرين علشان يسراه الصوان من مكتب القائد فني كونجومونجو بيلفت نظر الحراس له علشان يطردوه ويوصلهم لمكتب القائد علشان يقبضوا على المجنحين الموجودين وهو كمان يعرف ياخد الصوان بتقوم معركة ما بين الحراس والمجنحين بس قائد المجنحين بيطارد دي كونجومونجو علشان ياخد منه الصوان بس قائد الحرس بيمنعه ويفضله يضربه ببعض لغاية ما ني كونج مونج بياخده الصوان وبيهرب المجنح بيروح وراه ويهد حيطة المدخل علشان يمنع القائد من مطردته وبيجره هو ورا ني كونج مونج وده في اللحظة اللي بيكون هويوي وابن الملك ويلين في الأسنصير وبيشده ني كونج علشان يطلعه معاهم ويضربه سهم على المجنح الشرير ويقع على الأرض وهم فاكرين انهم كده قتلوه بس هو لسه عايش وبيشد الأسنصير بالسلاح اللي معاه وعلشان الأبطال يهربوا منه وبيطعوا فوق الأسنصير ويقطعوا الحبل بتاعه ويقعوا فوق المجنح بعد كده بياخدوا مركب علشان يروحوا الديت شوي اللي هيفتح اللي قلوها وبالليل ني كونج مونج بيتخانق مع هويوي علشان أخد السلسلة بتاعتها وبعد ما بتضربه وتكتشف سر إيده بيرميلها السلسلة على الأرض وساعتها بيخرج منها طاقة رهيبة وترجح لهويوي جنة حتى وهي مش فوعيها وأول ما اتطاقة ديكس ما بيمتصها بالطير في الجو وني كونج مونج بيحاول انه يساعدها وبيفضل مسكها بس هي بتاخدوا الطير وأول ما بترجع لوعيها جنحتها بتظهر ومن الصدمة مش بتكون هويوي عارفة الطير بس ني كونج بيساعدها وبتاخدوا وتفضل طائرة به لغاية ما بيوصلوا على جبل وبيعودوا تكلموا شوية وبتكتشف هويوي ان في علاقة بين اللقلوها والنور اللي بيظهر من كف ني كونج وبعد شوية بيرجعوا المركب تاني بعد شوية بيوصلوا مدينة غريبة فيها تنانين بتصارع بعضها والناس بتطراهن عليها وبيقدروا يوصلوا لديتشوي اللي هيفتح لغلوها وبيطلع عندهم من رجال نحين بس هنا بتظهر حكاية ازاي يوصلوا لغلو فالحكاية جات معهم بالصدفة لما هويوي اتخانيت مع ابن الملك وراجل ده بيشوفهم مقرع يبلغ عنهم بس هما مسكوا وبيوصلهم لديتشوي في السجن بعدها بيروحوا السجن وبيلايه هناك واحد تعرفوا هويوي واول لما جات تفكه من الافص اللي هو فيه بيمنعها الجنود اللي وصلوا فجأة والقايد بتاعهم بيطلب منهم الف قطع دهبية لو كانوا عاوزين يحررواه بس هما مش معاهم المبلغ ده ساعتها هنا بتظهر فكرة ان هويوي تقابل الرجل ده بالليل وتحاول انها تعرف منه اي حاجة بس الامور بتخرج عن السيطرة والراجل ده بيعرف ان ده الامير وبيطلع انه كان الحارس بتاعه وهو صغير بس كانوا تردون القصر علشان مش ملتزم بشغله بعد شوية بيرجعوا الزنزانة اللي عم هويوي اللي بيحررواه واول ما بيشوف معاهم الصوان بياخدهم على المخبأ بتاعه ويفتح الصوان وبيكون جواه لقلوها زرقة وبيحكولهم ان ده وقت الحرب بين البشر والمجنحين ملك المجنحين استخدم اللقلوها فتح بوابة الجحيم او عين السماء واطلق منها وحشلة تحصى على البشر ضمرت الارض بس بقى القبائل التحد ضد ملك المجنحين الشرير وقدروا انهم يسترجعوا اللقلوها ويقفلوها في الصوان ده علشان يقفلوا بوابة الجحيم اللي اتفتعد بسببها وبعد قزيمة ملك المجنحين ساد السلام فترة كبيرة لحد ما رجع شيلين علشان يستولي عليه من تاني ويكمل ضمار الارض ويرجع يسيطر على مملكة السماء فجأة في اللحظة دي وقبل ماني كونج مونج يعرف الصلة اللي بينه هو واللقلوها بيدخل شيلين ومعه الجيش بتاعه وبتقوم حرب بينهم كلهم وكيلين الامير بيتحدى شيلين وبيقوله انه اعظم محارف في المملكة بس شيلين هنا بيعلم عليه وهو ما بيعرفش حتى يلمسه بضربة واحدة وفي الاخر بيرميه على عموده والصخور بطوقة عليه بس الشانج شانج شيء الحارس بيفديه بنفسه في الوقت ده بيكون هويوي بتتخاني مع اخوها وبنعرف انه غيران منها بسبب حب ابوهم ليها وانه ادالها الارث بتاعه اللي هو السلسلة واعلمها الطيران وفي الاخر اخوها بيوقع بيها في البحيرة وبيغرقها وبياخد منها اللقلوة ويسلمها لشين ليه بعد شوية التلاتة بيقرروا يرجعوا المدينة للمعبد السلام لان ده المكان اللي شين ليه هيستخدمه علشان يفتح ابواب الجحيم باللقلوة اللي اخدها بس ني كونج مونج مش بيرضى يروح معهم وبيمشوا من غيره وبيتفاجوا بعدها بتانانين جاية ناحيتهم وبيفتكروا انهم هيهجموهم بس بيلاقي ان ني كونج مونج جاي يراكب التنين ومهنش عليه يسيبهم وبيرجع لهم ومعات تنينين لكل واحد عشان يلحاوي يرجعوا المدينة بسرعة وفي الليل في قصر السماء بيدور الملك على ابنه كوي لين وبيقوله ان لو مرجعش النهاردة الاحسان له يموت والمدينة كلها في الليلة دي كانت مليانة بالاحتفالات بس شين ليه ناوي انهيها ويدمر كل حاجة عشان يسترجع القصر والمملكة في الوقت ده جنود شين ليه بيهاجم جنوده المدينة وبيتوجهه بسرعة على الاصر وبيوصل الثلاثة ابطال في اللحظة المناسبة وكوي لين بيدافع عن ابوه الملك وينقزه من الموت وساعتها بيكون الكل مجغول في المعركة اللي شغاله وشين ليه بيستغل الفرصة وينفس خطته ويدخل القاعة الكبيرة علشان يشغل اللقلوة والعين الزهبية ويفتع باب الجحيم والاصر كله تحول لساحة معركة وهويوي بتقتل اخوها غزب عنها لما بيوع على رمح ويدخل في صدره واخر حاجة بيقولها لها انه احلى حاجة في حياته وانه شافها بالطير وني كونج ومونجو بيروح هو وقائده الشرطة بسرعة علشان يمنعه الشيلين من اللي بيعمله وعلشان يدمره اللقلوة بس مش بيقدروا يتغلبوا عليه وكمان شيلين بيقتل حيوان ني كونج ومونج ودي كانت القشة اللي قسمة ظهر البعير بالنسباله وبيهجم على شيلين بس بيكون اقوى منه ومش بيقدر يمسه حتى وبينجح في انه يفتح بوابت الجحيم وبتسيطر على المدينة الوحوش اللي خرجت من البوابة دي وساعتها اثنين من الجنوب بيحاولوا يشيلوا اللقلوة مما كانها بس اللقلوة بتقتله ومش بيقدروا يلمسوها حتى بس العكس بيحصل مع ني كونج ومونجو وهو الوحيد اللي بيقدر يلمس اللقلوة ويقفل البوابة لانه حفيد المحارب اللي قدر ينهي الحرب زمان ويسيطر على قوت اللقلوة في الحرب اللي فاتت وبعد يومين الملك بيكرم الابطال التلاتة لانهم انقذوا المملكة من الخطر اللي كان هيقضى عليها وني كونج ومونجو بياخد الحيوان بتاعه العم هوي يوي علشان يعالجه وبيعرف منه انه يقدر يعالج اي حد باستخدام طاقة اللقلوة اللي في ايده والكل بيعيش في سلام بعد ما الحرب انتهت والشرير الشين لين مات والقلوة قفلوا عليها في مكان سري مشدد الحراسة والملك بقى فخور بابنه بعد ما كان بيستهين بيه وبكده يخلص فيلمنا النهاردة لو عجبك دوس لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعملوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة